نواصل في الشأن الاقتصادي مع وافية خببة نعم ننتهي فرصة تواجد الخبير الاقتصادي معنا ونناقش معه اجتماع أوبيك بالجزائر في الفترة المتدة من السادس والعشرين إلى ثامن والعشرين من سبتمبر الحالي لكن قبل ذلك نتابع تقرير الذي أعدته الزميلة سوريا شعلال وإعلان روسيا عن إمكانية الوصول إلى تجميد الإنتاج كحل لأزمة الأسعار يطرح أكثر من تساؤل حول مصير الجزائر لو تقرر ذلك في الاجتماع المقبل فنتابع مع بعض هذا التقشير أيام عن إبداء السعودية رغبته في ضم موقفها لقرار مشترك يجمع بين دول المجتمع بالجزائر سبتمبر المقبل ليبرز أمل روسي جديد بتجميد الإنتاج تجميد الإنتاج النفط سيكون من بين المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الجزائر تجميد الإنتاج ولو أنه سيعيد البريق لسعر برميل الذهب الأسود ويكون فأل خير على كبرى الدول المنتجة والمخزنة للنفط غير أنه لا يخدم الجزائر والتي تدخل ضمن قائمة البلدان الأضعف من حيث مخزونة النفط أنا نقول تجميد الإنتاج ما يكونش حل مفيد للجزائر الحل المفيد هو للجزائر هو تخفيض الإنتاج كي يكون ارتفاع السعر خاصة أن السعر الحالي 40 40 40 50 دولار لبرميل ما يساهمش كثيرا للجزائر لإقتصاد الجزائر وفي الاستثمار في المادة البترولة الحل الوحيد أنا أقول هو تخفيض الإنتاج وتكون كونسونسوس بين بلدان البترول أوباب ولكن الآن يرحوا في أقرب وقت يرحوا في تخفيض الإنتاج لا يخوش على تجميد الإنتاج فماذا لو تقرر شهر سبتمبر تجميد الإنتاج؟ كيف للجزائر أن تعيش على احتياطي صرف بمئة مليار دولار؟ يتأكل شهريا بـ 1.5 مليار دولار أعود للحديث مع الخبير الاقتصادي كمال رزيك إذن كما تبعنا في التقرير بعض الخبراء أقول يرون بأن تجميد في حال وصول اجتماع أوبك بالجزائر يعني وصولهم إلى اتفاق تجميد إنتاج النفط لا يرونه بالحال الذي يعود بالإجاب على الجزائر بل هو الخفض في الإنتاج لارتفاع الأسعار رأيكم؟ شوفوا في الوقت الكريم نحن من قبل أن نعانو من هذا الإنتاج الفائض على الأقل نحاول نقارب لأن التجميد صقف الإنتاج في هذه النسبة المعينة لا نسب الأمر السهل شوفوا الآن وزير الطاقة تعنا يجول العواصم ويقارب بين وجوهات النظر لكي نصل إلى مرحلة التجميد يعني لو حصلنا إلى مرحلة التجميد حققنا انتصار كبير لأن مرحلة التجميد ستؤدي بالأسعار تقارب بين 50 إلى 60 دولار وهذا قلناه في قناتكم يعني هذا هو الهدف الأسمى لهذه الدورة وهي معلومة اليوم نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية شانا يعني عن وزير الطاقة الجزائري نوردين بوطرفة يعني قوله بعد محادثات في طهران مع نظيره الإيراني بأن منظمة أوبيك تريد سعر للنفط في نطاق ما بين 50 و60 دولار للبرمج أحسن من 40 لذلك الآن أكيد نحب أن نقصه في الإنتاج لكن الله غالب على الأقل إذا وصلنا أنهم قناحهم من جمدهم يخفاش على المواطن بأننا نحن داخلين فصل خارف وفصل الشتاء ونطالب على المنتجات البترولية يزيد إذا جمدت هذا الطالب الإضافي الجديد رح يمتص هذا الفائد وهذا الامتصاص الفائد سيؤدي إلى الأسعار في الوهلة الأولى لأنها تستقر بين مجال 50 إلى 60 دولار وهذا الـ 50 إلى 60 دولار يختم الحكومة جزيرة كثير لأن ميزانيتها تعدها إلى 40 أو تعدها إلى 60 دولار لذلك أعتقد في الوهلة الأولى إذا قدرنا أن في هذا الاجتماع الغير رسمي وفي هذا مؤتمر الطاقة أن نقرب الوجوهات والحد الآن نشوف البوادر من روسيا من سعودية من إيران يعني فكرة مشات وفيه قبول وفيه الآن طرحتها 50 إلى 60 دولار في الوهلة الأولى سيد رزيق يعني إذا توصلوا في حالة ما إذا توصلوا دائما في اجتماع أوبيك يعني الذي سيعقد في الجزائر روسيا وسعودية إلى اتفاق حول تجميد تسقيف الإنتاج يعني هنا روسيا سوف تتربى على عرش سوق النفط وسعودية تبقى محافظة على حصتها ماذا نقول على باقي الدول؟ شوفي الأختي معروفة أن روسيا دولة خارج الأوباب والسعودية في الأوباب هم من أكبر المنتجين في العالم لهم احتياطي كبير وكنا نعرف أن الدول الخالج يعني تمشي دائما مع السعودية وبالتالي الدول الأخرى إحنا نصدر مليون برميل ونحقق مثلا 20 مليار خير ما نصدر زوج من 2 برميل ونحقق 30 مليار يعني لذلك فأعتقد بأن عندما الآن يكون هذا الاتفاق ما يخفش عليك بأن جزائر قدرة الإنتاجية ضعيفة يعني معنى إمكانك كبيرة يعني طاقة إنتاجنا في أقصى أقصى مليون فاصل خمسة برميل ريومي لذلك فأعتقد بأن إذا فيه اتفاق بين هاتين دولتين كبيرتين وتوافق إيران والجزائر رح يولي النفع على الجامعة بدون استثناء يعني هل أنت متفائل لهذا الاجتماع الذي سيعقد في الجزائر يعني الاجتماع الغير رسمي الذي سيعقد في الجزائر هل أنت متفائل؟ والله الأخت أنا قلت هنا من قناتكم أنا جد متفائل وقلت هذه فرصة سانحة بشهد وزير الطاقة جديد بين نحن نتيديها وقلت في هذه القناة إذا استطاع الحد الآن نشوفوا باللي المؤشرات إيجابية تنقل وياته المكوكية بدأت تعطي إثمارها السعودية يعني مع فكرة التجميد روسيا مع فكرة التجميد إيران البلد الصعيب اللي كان صعيب على السعودية أعطعت مبدأ الموافقة ببعض الشروط أعتقد الديبلوماسية الجزائرية وهذه الأخرى ستقرب ورح نوصله لأن كل دول المنتجة كل دول العالم تترقب في اجتماع غير رسمي تعالي الجزائر بعيون كبيرة وبالتالي أنا متفائل كما كل الناس متفائلين إن شاء الله يعني نعم أنت كما تفضلت وقلت أنت متفائل جدا لهذا الاجتماع الذي سيعقد في الجزائر وبين الفترة الممتدة من 26 إلى 28 من سبتمبر المقبل في حال ما إذا نجاح هذا الاجتماع في الجزائر يعني مستقبلا كيف ستكون الصورة على الجزائر شوفي المقت الكريمة الآن خصوصا أنه من قبل كان اجتماع الدوحة واجتماعات أخرى لكنها بقت بالفشل شوفي معروفة على الجزائر أنها تلعب في دقائق الضائعة بين الشوطين لها الحنكة السياسية وهذه معروفة عليها أعتقد بأن كل مؤشرات تقول بأن سنصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف يكون إيجابي للجزائر إذا كان إيجابي للجزائر أكيد رح يرفع مداخلها أكيد الآن شوفوا فيه قوي في سوناتراك حققت فائض يعني في ستة شهر هذه سوناتراك عادت إلى مكانتها القوية بعد الألعاب لدلتها شركات أجنبية عليها وغير ذلك بعد الضاربات الإرهابية التي تم التيجن تورين وغير ذلك أعتقد أنها يدخل في إطار عودة سوناتراك إلى الواجهة بقوتها الاقتصادية الإنتاجية رفع تحكمها زيادة إنصادراتها زيادة تكريرها وغير ذلك يأتي هذا الدعم أن الأسعار ترتفع رح يسمح للسوناتراك لأن الأسعارين ما ترتفع يعني سمح للسوناتراك باش تنفذ بأريحية مشروحها الاستثماري طاموح خاصة في التحول من بلد مصدر للمادة الخام إلى بلد منتج ومكرر لهذه المادة هنا ونصدرها كمواد بيتروكيميا وكون أحسن لذلك فإذا استطاعت الديبلوماسية الجزيرة وحيك الجزيرة لأنها تحقق هذا الانتصال تأكدي بأن على الأقل في ستة شهر التي تجيه ستكون على الأقل الأمور أحسن مما كانت علي في 2015 بإذن الله طيب الخبير الاقتصادي كمال رزيك شكرا لك على كل هذه التوضيحات زميلي هارون فقط نواصل بقية الأخبار الاقتصادية إذن انخفضت فاتورة استراد الحليب بما يقارب ب477 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 707.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض قدر بـ 32.58 حسب الجمارك كما تراجعت الكمية المستوردة لهذه المادة لتصل إلى ما أكثر من 201 ألف طن مقابل أكثر من 230 ألف طن أي بانخفاض يقارب 15% خلال فترتين المقارنة ومن جهة أخرى فإن التراجع في فاتورة الاستراد نجم كذلك عن انخفاض سعر هذه المادة الغذائية عند الاستراد وعليه قدر سعر بودرة الحليب خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 عند استرادها من قبل الجزائر بـ 2.42 دولار مقابل 2.96 دولار خلال نفس الفترة من 2015 هذا وتسعى السلطات العمومية بهذا الصدد إلى دعم إنشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب وإنتاج الحبوب في إطار عقود البرنامج إذن التصدير للخارج خطوة بدأت تلقى رواجا في ذهنية المؤسسات الجزائرية التي وبعد رفعها لتحدي الرقيب المنتوج المحلي ها هي اليوم تسعى لغزو الأسواق الدولية فوزيام السعدي وحسن الدين بن عثمان في هذا التقريب تختص صناعة العجائن الجزائرية خطواتها الأولى نحو تصدير للخارج فبعد رفع تحدي الرقيب المنتج المحلي ها هي اليوم تتطلع لغزو الأسواق الإفريقية والأوروبية على حد سواء والنموذج شركة جيبات للعجائن لمجمع بن حمادي سعي المجمع لإبرامي اتفاقية شركة تصدير مع دول القارة الصمراء والقارة العجوز لم ينحصر فقط في صناعة العجائن بل تعد ذلك كل التوقعات بإعلانه سابقا تصدير أكثر من مليون وحدة هاتف نقال ولوحة ذكية إلى فرنسا نعم يجب أن نستمر بارتنا كمجمع والله كوندور نسيجنا لأننا نسيج من المقرآ كي يكون مقرآ للمقرآ أول جوند لعجرية لكي يمكن أن نستمر بارتنا نسيج عبر كوندور في الفرنس وهذا يعني لو كانت للمقرآ تكون معنا لأننا أي مستثمر جزائري سواء خاص أو من الجانب العام يعني عنده القدرة باش يصدر المتوجات تتاعه في الخارج إنهيار أسعار النفط أجبر شركات الجزائرية لتكتيف جهودهم لرقيب منتجاتهم وتصديرها نحو الأسواق الدولية لتكون خطوة التصدير المنبع البتيل للعملة الصعبة فهل ستغطر مؤسسات الأخرى خطوة بن حمادي نلتقي في الحصد الإخباري بإذن الله العودة للزميل